لكن للأسف في وقت المحافظ نزم الدين صارت كثير من قضايا الأمنية لا أدبوا لكثير حتشي ليش صار بأيامها مقتل رئيس مزلس مدينة كاركوك ورئيس الدائرة الانتخابية مالي وعضو الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية هو شعلي هو محافظ ما العلاق رئيس اللجنة الأمنية أكو شرطة وأكو يعني تحمل المسؤولية لا لا أحنا نحمل المسؤولية لرئيس الوحدة الإدارية لأنه ما كان يضبط بسبب وجود عصابات متسوسة من أطراف كاركوك داخل البلد قوات أمنية كان خارج نطاق السلطة الأمنية كان يعمل ما يشاء ملفات النزاهة لا زالت أكثر من 40-50 ملف في النزاهة لكن طمطموها وشفتوا مذكرة بيروت والإنتربول والتوسط اللي صار بها على أعلى المستويات أنا حجمي قدري قابليتي هلقت قدرت أوصل إلى هذه المرحلة لكن من يجي تليفون أو اتصال إلى السيد رئيس الوزراء يابا انتربول حتى الانتربول صار بي واصلة وهدو شنسوي له زين ليش هذا الكلام أيضا اللي يشاع واللي يتحدثون ببعض النواب وبعض الشخصيات التركمانية أن النجم الدين كريم في إدارته كانت هناك ميليشيات تابعة للمكون الكردي هل فعلا ميليشيات كانت في زيانة؟ كان موجود ميليشيات كثير طبعا مثلا تابعة لمن؟ كان موجود للحزبين للأسف وكان يمارسون بعض الأمور وإحنا أطلعنا الجانبين الأخوة بالاتحاد وبالديمقراطي أطلعناهم على هذه الملفات وعلى هذه الممارسات الخاطئة وقال لوننا قالوا هذه ممارسات فردية ممارسات حزبية يعني مثلا كان يختطف شخص معين ويجبر على بعض الأمور ويدفع الفدية أو بأي شكل من الأشكال ثم يطلق صراحة بطريقة أخرى كان يمارس عمليات التعذيب في بعض مراكز الاحتجاز التعذيب أي نعم في إدارة نجم الدين نعم نعم موجود صور أنا مدأتكلم أنا رئيس لجلسة حقوق إنساء ومسؤول عن كل كلام أقولها وعارضين هذه الصور كلها موثقة السجون تابع يعني فيها أكراد ولا عرب ولا تركومان شلون يعني؟ اللي بها تعذيب لا مع كل الأسف كان سجون تابع لهم لا لهم تان يعني تان تابع للأزيزة الأمنية الكردية أعرف أعرف لكن المعتقلين اللي يعذبون جوه أكثر شيء تركومانو عرب يعذبون في إدارة نجم الدين نعم أعرفتكم من أجمد أن يدارة نجم الدين وأكثر من أجمد للسجون